بما انه زمان عن الفيلم الذهبي فاليوم ازبطكم بفيلمين فيلم السهرة والفيلم الذهبي قصة فيلم السهرة عن ثورة نجاح شركة نايكي وش الصعوبات اللي واجهوها وش العوامل والخطوات اللي مشوا عليها عشان يصيروا من اضعف شركة الى افضلهم وقواهم في الساحة طاقم التمثيل في هذا الفيلم ضخم والفيلم متعوب عليه من اغلب النواحي فيلم درامي وكوميدي ممتع وجميل وما رح تندم انك تابعته واسم الفيلم ايروس ضاره بسنة 2023 موجود في جميع المواقع بجودة عالية وتقييم الشخصي لهذا الفيلم هو الثمانية من عشرة وقصة الفيلم الذهبي عن رجل متقاعد مهمته ان يرافق شابة متحولة ويوصلها لمكان آمن وطوال هذه الرحلة لازم يتخلص من الناس اللي بيحاول انهم يقبضوا عليها اغلبكم عرف هذا الرجل واللي هو والفرين وخلونا نتفق انه هذا الفيلم لوغن اللي نزل في عام 2017 قدم لنا قصة متكاملة لوحدة من شخصيات مارفل ودمج لنا القوة والعنف والدراما والعاطفة اللي ما نشوفها في عمال كثير للسوبر هيروس والفضل يرجع للكتابة والتمثيل الاسطوري للممثل يو جاكمان بكل اختصار فيلم بدأ صح وانتهى صح الفيلم موجود على منصة ابل تيفي وباقي المواقع الانترنت بجودة عالية وتقييم الشخصي لهذا الفيلم والتسعة من عشرة سلام